في الوقت الذي تتسع فيه دائرة دعم الحرك الشعبي في الجزائر المطالب بالتغيير تتعمق الخلافات والانقسامات في صفوف الحزب الرئاسي الممثل في حزب جبهة التحرير الوطنية في تصريح غير مسبوك دعا الناطق باسم الأفلان حسين خلدون إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد بدل التوجه نحو عقد ندوة وطنية جامعة دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمن خطة لبقائه في الحكم لفترة أطول الآن الندوة ما بقاش تفيد في تقديرنا الندوة ما بقاش تفيد هو انتخاب رئيس جمهوري إذا كان نحب ونربح الوقت اليوم ننشأ الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات ونعدل مادة أو بعض المواد في قانون الانتخابات حتى نضمن شفافية ونزالة الانتخابات ويتفضلوا انتخابات رئاسية ليعطلوا الشعب الأغلبي ينتعوا هذا هو الرئيس الذي يخاطب الشعب ويخاطب الحركة لأنه عنده أغلبية الشعب الجزائري لكن الحزب الحاكم سارع إلى إصدار بيان توضحي جدد فيه التزامه بخارطة الطريق التي أقرها بوتفليقة وأوضح البيان أن حزب جبهة التحرير الوطنية المتمسك بتنظيم ندوة وطنية جامعة يشارك في النقاش الوطنية من خلال إطاراته ومناضليها ويعبر عن مواقفه من خلال بيانات رسمية صادرة عن قيادتها تصريحات متناقضة تؤكد حالة الارتباك والتخبط التي يعيشها الحزب الرئاسي يقول متتبعون للشأن الجزائرية مضيفين أن تداعيات الحراك الشعبية قد تكون أربكة أحزاب السلطة لدرجة فقدت فيها الأحزاب الموالية القدرة على نسج تصريحات توفقية سواء بالتمسك بخيار الاستمرار في دعم الرئيس أو التموقع في مرحلة ما بعد بوتفليقة وكان معسكر الرئيس قد تعرض الأسبوع الماضي لشرخ جديد بإعلان منسق حزب الأفلان معاذ بوشرب مساندته للحراك الشعبية مع الدعوة إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي كان قد التحق هو الآخر بالركب الداعم للحراك الشعبية حيث اعترف ناطقه الرسمي صديق شهاب بأن قوى غير دستورية كانت تتحكم بتسير البلاد وأن الحزب أخطأ التقدير بترشحه بوتفليقة لعهدة خمسة وهو التصريح الذي حاول الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء المقال أحمد أيحيا تصحيحه من خلال تبريره بالانفعال والابتعاد عن المواقف المعروفة للحزب المساند للرئيس مواقف غير متجانسة يبدو الشارع الجزائري غير مباليا بها في ظل تصميمه على مواصلة الحراك ورفع الشعارات المناوئة لرموز النظام والسلطة